مرحبا بكم متابعين وحلقة جديدة من برنامج بس اسأل واليوم حلقتنا مختلفة اليوم حلقتنا بيها نوع من النكهة الشبابية وأيضا نوع من أنواع شيء كان مهمل ولكن اليوم بصمة الشباب رجعتها من جديد ألا ولا هو السينما الشبابية في العراق لكن قبل ما نبدأ حلقتنا وقصتنا لهذا اليوم خلونا نذكر كل متابعين اللي حابين يرسلون قصصهم وإرسالها عبر الرابط الظاهر أسفل الشاشة وإحنا بدورنا رح نتعامل مع كل القصص بسرية تامة كانت ولا زالت السينما هي ذاكرة من ذاكرات الشعوب وأيضا مرآة الحاضر وعين المستقبل وعملت السينما العراقية الشبابية في الوقت الحاضر على دور السفير لنقل صورا من الجمال والمعاناة وآثار الحروب للعالم وقد حققت جوائز مهمة في المحافل العربية والدولية وقصتنا اليوم اللي بعثها علي وقال بيها أنا علي من بغداد مخرج ولي العديد من الأفلام القصيرة نالت أفلامي العديد من الجوائز علما أن إنتاجها كان على نفقة الخاصة لكني لازلت أعاني من الإهمال من أصحاب القرار في دعمي للإنتاج الأفلام وبصراحة لا أعرف إلى أين أتوجه لحل مشكلة تمويل الفيلم هذه المشكلة هي مشكلة جميع صناع الفا السابع واليوم قصة علي ومحور حلقتنا رح نتناقش به مع ضيفنا العزيز مهند حيال مدير قسم السينما في دائرة السينما والمسرح مخرج للعديد من الأفلام القصيرة وفيلمه الطويل الأول شارع حيفا اللي حصل على المركز الأول في مهرجان بوسان ومهرجان القاهرة الدولي أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا بيك صديقي تشرف طبعا فخورين بيك شكرا وفخورين بهذا الترحيب واللي شفناه عن طريق قنوات الفضائية اللي نقلتها بالفن العراقي واليوم أكو رسالة عراقية شبابية وصلت للعالم شكرا جزيلا صديقي أنا أيضا سعيد أكون وياكم كل السعيد أكون وياكم خصوصا أنه الخلف الكواليس كلهم سينما أيين فأني فرحان جدا أكون وياكم إن شاء الله يعني نلقى الأجوبة الشافية للأسئلة إن شاء الله سواء سؤال علي أو بقية الأصدقاء إن شاء الله مهند حيال من هو ورحلتك بالسينما شلون بدأت وريدك تفاهمنا وتعرفنا من هو مهند حيال أنا من الموالدة الناصرية 1985 بالشغرة تحديدا خريج كليد فنون جميلة قسم السينما والتلفزيون من 2010-2009 اشتغلت تقريبا تسعين بالمئة من الأفلام اللي انتجت بعدين بعد 2003 سواء كانت قصيرة أو طويلة أو إلى آخره يعني تديت يعني مثل مثل صديقنا علي وغير يعني ولحد هاي اللحظة يعني إنه تصنع الأفلام على حسابك الشخصي وعلى نفك الخاصة لحد ما يعني دخلنا هذا المشوار الطويري العريض يعني تقريبا انتج على 12 من 12 إلى 13 سنة صار اشتغلوا بهذا المجال يعني وآخرها صنعت في المنطويلة والأقدر حشيلك يعني هاي ببساطة فيما يخص رحلتي أو شغلي بالسينما نعم فيلمك شرع حيفا حصل عديد من الجوائز والجوائز المهمة العربية وبعثت رسالة الدولية إلى كل العالم بأنه هذا الشباب وهذا دور الشباب اليوم العراقي وهذا المخرج العراقي من يريد يشتغل صاح وكل ما يكون أقل الفيلم كل ما يكون أصعب يعني صح؟ ممكن أكو أكو تفاصيل أكثر بعد ذلك نخش بهذا المجال الفلام قصير يرادنا يعني نحكي به حلقات بس عموما هو الغاية من عنده هو تعريف العالم السينمائي بصانع الفيلم أنت لما يكون عندك لما تشعر أنه جاءت اللحظة اللي ممكن تسوي بها فيلم طويل فلازم تنتقل تسوي فيلم طويل يعني بالأخير أنه هي ها الأفلام الطويلة هي هي اللحظة الاحترافية أو الحلم لكل مخرج سينمائي شارع حيفث تقريبا بدت عملية صناعتها في 2014 عملية كتابتها بدت تستغرقنا يعني خمس سنوات حتى نصنع هذا الفيلم خمس سنوات كان مو بس الموضوع العلاقة ما هو إبداعي بالكتابة والإخراج وهي التفاصيل لا بس أنه أنت تحتي أنه البلد ما بيينتاج سينمائي بالكامل والإنتاج السينمائي الحكومي هو مقتصر على شخصيات واجهات معينة يعني يعني هاي الشخصيات تتغير بس هو السيستم نفسي يعني ما نلومها بس هو السيستم نفسي تبيه خلل بمشكلة كل شبيرة أنه أنت حتى تنتج فيلم يحتاج تخش بتفاصيل ما لها علاقة بالإنتاج الفني لها علاقة بالعلاقات وشون تبني علاقات وشلون وحتى مرات أكون صفقات فسادة تصير حتى تنتج فيلم معين وهذا يعني ما على الأسف أنت يعني الناس تقول من المستحيل يتغير الوضع بالعراق بس هي من سابع المستحيلات أنه مخرج شاب يحصل دعم من الدولة يعني هذا هذا ما حسوس يعني أنت أنت في مركزك أنت في مركزك جايق جايق شوي شوي بس خلال نحطي لك المشكلة وين يعني المشكلة يعني المشكلة متجذرة لها علاقة بالإنتاج فأنت يعني ما قبل 2003 كان هو النظام عبارة عن الأفلام كانت عبارة عن دعاية للنظام فأنت تريد تسوي فيلم دعاية للنظام تيجي تلقى لكم مقام ما بعد 2003 تحول الموضوع على المستوى الفيني هم صارت دعاية للضحايا يعني بس الوضع اختلف هنا بعد 2003 صار الموضوع ما يتوقف أنه أنت مخرجزي أو مو زين مو هذا الموضوع مو أنت عندك مشروع سينمائي جيد أو سيء مو هذا الموضوع الموضوع تحول إلى مجموعة من القروبات الخاصة المغلقة هي الوحيدة يعني يعني ما يتعدى قروب أو قروبين أو ثلاث قروبات أكثر يعني إذا بالغنا هاي المصيدرة على مقاليد الإنتاج السينمائي بالعراق صراحة وإنت ما تقدر ما تقدر تخترق هاي الناس ولا تقدر تقنع الجهات الإنتاجية الدولة يعني تنتج لك فيلم يكون من سابع المستحيلات فهذا السبب أنه نحن نروح خمس سنين حتى تنتج الفيلم مالتك أنت تروح باتجاه الدعوم البديلة وطبعا هذه المشكلة مو بس بالعراق طبعا المشكلة بالوطن العربي همين موجودة بس بالعراق هي أكثر وضوحا يعني واضحة بشكل صريح أنه أنت تروح للإنتاج المستقل أنا أقدر أسمي لك ياه الإنتاج البديل أنه أنت تخاطب تروح تجيب تخاطب الجهات العالمية حتى تنتج فيلم تروح تبحث عن ما يسمى بنظام الفاند أو المنح أو التفاصيل أكو جهات مانح ومهرجانات كل الشبيرة بالعالم بالفترة الأخيرة لاحظنا انتشار ظاهرة الأفلام القصيرة العديد من الشباب والشابات العراقيين شنو السبب برأيك؟ السبب يعبرون عن روحهم أما هذا مو بس عراقية أنه أي مخرج سينماي بعد ما يخلص مرحلة الدراسة يدخل بعالم الاحتراف الخطوة الأولى من عالم الاحتراف هو الصناعة الأفلام القصيرة يعني هسا أكون محاولات حول العالم أنه الأفلام القصيرة تعرض بدور العرض وهذه التفاصيل يعني ممكن يعني هو الفيلم القصير نوع ونوع محترم مع الأسف نحن بالعراق ما عندنا ثقافة الفيلم القصير أو هو أحنا أصلا ما عندنا ثقافة السينماية بالبلد الضعيفة لأن العراق مؤسس أدبيا بشكل عظيم لكن سينمائيا دائما على طول الزمن ظلت محاولات فردية يعني ما 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 متأسس العمل بشكل مؤسسات رأيك شن السبب هو هاي التفصيل دائما شوف دائما كانت السينما تخضع للقرار السياسي من بدت السينما الحدي الآن دائما أكو قرار سياسي بيها اللحظة اللي تحررت من القرار السياسي توقف دعم الدولة عنها بالكامل بعد 2003 يعني مو يعود الموضوع إلى عدم موجود سيناريست لا لا ما لها علاقة مستحيل هذا الموضوع شوف هذه الأشياء تخلق الأشياء الفنية التفاصيل تخلق بس من اللي يخلقها اللي يخلقها هو المنظومة من أنت مفاقد المنظومة هذه محاولات فردية تبقى يعني بالعراق هو يكون شباب طامحي يعني نشوف ماك واحد بالعالم يعني بالأخير يعني يصير عمره 16 سنة ويصير كاتب يطلع من الكل يم وهو كاتب سينماي محترف مو صحي هذا الموضوع بس هي المنظومة من تتوفر الأعمال هذا رح يدخل بدربة رح يخطأ ويتعلم وتصير كتاب وتصير مخرجين وإلى آخره سلسلة متواصلة فالشباب يعني يصنعون فلام قصيرة إن هو البديل يعني شنه البديل اللي يعد ما هو يحب مهنتها ودرسها فلازم يصنع فلام قصيرة يصنع فلام قصيرة على موج يشوف العالم السينماي إنه آني قادر على صناعة فيلم يعني بتعتبر هاتب رأيك هي ظاهرة صحية طبعا جدا ظاهرة صحية يعني لما بالعراق سنويا ينتج مئة فيلم قصير أو خمسين فيلم قصير أو مرات ستين يعني الأرقام تتراوح بين هذا العدد يعني تشوف أنه كمية شقد ناس تحب السينما بهذا البلد شقد ناس شقد شقد شباب مستعدين يدخلون بهذا المضمار ويخوضونه فهذا حالة جدا صحية بغض النظر عن هل هي أفلام جيدة أو سيئة هو بكل العالم تنتج 100 فيلم إلى 200 فيلم إلى 50 فيلم 70 فيلم يطلعون مستويات يعني يطلعون محتها أربعة عظيمات ثلاثة جيدات ثنيا وهكذا يعني هذا مو موضوع نحن لا نتكلم عن الجودة بس هذا الكم هو اللي يخلق النوع نرجع إلى العوائق اللي دائما نتعقهم بالعمل أبرز العوائق عفوا وما هي صناعة الأفلام في العراق العاق السبب الرئيسي هو سبب إنتاجي وسبب إنتاجي هذا ما يحل بأنه تنطي أموال ما يحل لازم تصير منظومة إنتاجية لازم تصير عندنا سياق إنتاجي مؤسسة إنتاجية تفهمني يعني أكو نظام إنتاجي واضح المعالم جميع السينمائيين يعرفون ويعرفون شون يقدمون له فهذه الحالة تصير الأمور واضحة كل البقية للأشياء هي تفاصيل يعني هي كاتب السيناريو التقنيين بالعكس أنا أتصور يعني من خال تجربتي إنه بالعراق يكون موجودين شباب مستعدين إنه يخوضون أصعب تجربة بالعالم صراحة الشباب موهوبين وهاي بدون مجاملة أقول يعني دع تشيل عن تجربة شخصية أنا بالفيلم اللي يشتغل بهاي 95% إلى 97% هم أول مرة يوقفون على بسة مال السينما بس هم حبهم وقدرتهم على التعلم هي الفيصل بس أنت ذول إذا يشتغل هو كل خمس سنوات يشتغل لعمل سينما شو راح تريد يتطور ما رح يبدأ ما رح يبدأ زين الدراما نحن في يعني هذه منسية تماما يعني هذه الدراما أنا دع أشوفها فعل ماضي يعني 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 الأمراض اللي بيها يعني يعني صعب يعني حتى هذه المفروض الدراما اللي هي المفروض تتمرن بها الطاقات التمثيلية والكتابية والشباب اللي يشتغلون بالصالحة كانوا مصورين أو منتجين أو منتيرية أو جماعة الإضاءة وإلى آخر هم بهاي الدراما هي بالمصدر العراقي خبز يعني متعلم تمام أرجع لي نفس الموضوع فشلون يعني هذا تريد الشباب ما كو بدع تتقول بأنه مو ما كو دربة ما كو ممارسة ما كو استمرارية يعني يشتغل لعمل ونقطع سنتين مهند أحيال عمره ما يتجاوز الأربعين بعد بداية الثلاثينات وهو مدير لقسم السينما في دارة سينما والمسرح هل اليوم وما هو دور اليوم دارة سينما والمسرح لديمومة هذا الحراك في السينما شوف أنا صار أربع أشهر من استلمت دارة سينما والمسرح يعني من استلمت قسم السينما خلال هذه الأربعة تشهر أتصوّر سوّينا شغل كل شبير أنت تحتي على قسم السينما أحتي لك بصراحة قسم السينما هو عبارة عن تراكم مخيف من الأخطاء تراكم مخيف من الأخطاء يعني صار تحول قسم إلى قسم للتوظيف وبعدين يتغير هو أول ما يأتي القسم السينما لقينا قسم ينتج أفلام يعني أكو ناس بي مخرجين ومونتيرية ومصورين هم ينتجون الأفلام بينما هو تأسس مولا هذه الغاية دارة سينما والمسرح شركة عامة مهمتها تدعم القطاع الخاص بالبلاد فإنت حتى ترجع هذا المفهوم يحتاج وقت خلال أربعة شهر فيما يخص شغلي أنا بالقسم السينما قدرنا بالترتيب مع سيد وزير الثقافة مشكور عبداليمير حمداني أنه خصصنا مبلغ من المال تقريبا مليون دولار هذا المليون دولار كان يعطي لفيلم واحد تخيل يعني كان كل سنة أو كل ما تيجي فلوس تنطي الأشخاص معينين احنا غيرنا هذا المفهوم بالكامل ما حولتوها؟ سوينا بغداد فيلم فاند يعني منحة بغداد السينمائية وكل أصدقائنا السينمائيين أو كثير من أصدقائنا السينمائيين أول سنة ما قدموا عليها مشكورين يعني أكو بيها ما عادها مشاريع أكو بيها مقدمة وأكو عب بيهم عندهم تخوف وهذا حق مشروع بالكامل تحتاج على مؤسسة غائب عن الإنتاج السينمائي وهذا بدأت تنتج فيلم سينمائي تفهمي شون وتم شكلت لجنة لجنة من المختصين لجنة بيها نقاد سينما وبيها مخرجين سينما وتقدمت تقريبا 101 مشروع 107 إلى 1 مشروع ما نذكر العدد بالضبط تقدمنا عن طريق الإيميل تقدمت من كافة يعني من كردستان من الفا ومن التشبايش من كل مكان نزيل وهذه تم قراءة النصوص مالتها واختارينا أفلام احنا تغيرنا السيستم الانتاجي احنا بعد ما ننتج أفلام احنا نشارك بصناعة الأفلام يعني شوف هاي الخطة اللي أنا اجيت بها للدائرة وعلى ضوءها صرت مدير قسم السينما هذه اشتغلت عليها وي كل أصدقائنا السينمايين هم يعرفون يعني الموضوع صار مو جديد صار الموضوع سنة انه احنا حتى يتصير سينما بهذا البلد لازه يصير سياق انتاجي حتى يصير سياق انتاجي لازم تصير مؤسسة شركات انتاج سينماي هو اريد اوصل لك لهذا الموضوع هذا يعني اكو دعم من قبل قطاع خاص او شركات انتاج فني شوف هو هذا هو جايك هاي المنحة شنو مهمتها هاي المنحة مهمتها وين تدعم القطاع الخاص تبني شراكة والقطاع الخاص يعني انا اقول له يا با يا علي البياتي يا سين من الناس يا صاد من الناس انت شركة قطاع خاص انا فيلمك الطويل اللي مقدمة الي انا ادعمك بنسبة مثلا اشقد ميزانيتك انا ادعمك خمسين بالمئة من الميزانية يعني انا كدائرة سينماو المسرح كالشركة العامة ادخل شريك وي القطاع الخاص انا ما اتحمل كلفة الانتاجية كلها اها وهو الشركة القطاع الخاص يصبح حصته اكثر من حصتي بالاخير هذا انت تضمن انه هاي الفلوس راح تنتج شيء جيد لان بالقطاع الخاص راح يخلي من جيبة واني اقدم له الدعم الكامل سواء عن طريق الاموال او عن طريق المشين الالات تمام انت وضعت الحجة بينه الشباب الشباب كلهم راح يشتغلون صح بس شغلة واحدة ضيف لك هاي في ما يخصنا فلام طويلة سواء الروائية او وثائقية هيا انتجها بطريقة اللي سمونا الانتاج المشترك يعني انا من انطي لشركة سين انطيها مبلغ مثلا 50 مليون دينار عراقي او 60 مليون دينار عراقي هو ميزانية 250 مليون دينار عراقي انا ما انا ما اشرط علي اقوله بس تجو لا هو يروح ممكن يروح يبني شراكات ثانية ويشركات الاتصالات هو يخلي المبلغ من يمه بس انا ادعمه بالاخير اما فيما يخص الفلام القصيرة لا الفلام القصيرة احنا ننتجها بالكامل دارة سينوان المسرح يعني تقدمنا كثير من الفلام القصيرة اخذنا 14 فيلم المشكلة وين انه مبينة هذه لان باللحظة اللي نريد نعلن بها على الفلام ونسلم الفلوس للشركات وللناس يعني للناس اللي حصلت الدعم ونبلش بصناعة الفلام صار توقف بسبب الانتفاضة اللي صارت بالمشكلة صارت تعرف الدولة كلها توقفت فما قدرنا نكمل احنا هسا المفروض يعني الاسبوع الجاي او الاسبوع نفعل هاي العملية ميزانية السنة جاية راح نبقى بنفس السيستم عدنا ميزانية لسنة جاية هم عدنا مليون دولار واني اريد من خلالكم اقول كل السينمائية بس احنا منتظن تشكيل الحكومة على متقرر الميزانية على متبدي هم راح نسوي نفس النظام انه تقديم وهذا تقديم مشاريع يعني تقدم الفيلم كمشروع وبالاخير يتم اختياره حتى بالاخير هذا سياق انتاجه واضح هسا شوف اكو ناس تشعر بالظلم اكو ناس هذا طبيعي بس هو شنو هذا يعني يعوض الاشخاص يرح انظلم هاي السنة بالسنة الجاي ما اعرف صراحة ما عندي قرار يعني انا دائما اشعر بالظلم ماني هم من رفضتي هوا اشياء بس مرات تقول نصوص يعني اهم من عندك اهم من نصك وهذا الموضوع بس قضي انه هنا نسبة الظلم راح تقل سمداء اقول احنا راح نقضى عليها بالكان بس راح تقل لسبب بسيط انه هذا نظام انتاجي واضح المعالم يعني بعد انت مو تعرف صديقك مهند مدير السينما واجه تنطيط له سيناريو مهند يقرأ لين يعرفك انتجي لا هذا ميز الموضوع هذا ما راح يصير مرة ثانية تتقدم النصوص اونلاين عن طريق الايميل الخاص بالمنحة وهذه تتحدد شهر او شهرين للتقديم ينغلق التقديم بعدين نروح شهر او شهرين للقراءة تفرز النصوص وتمشي بس بنفس الوقت تتخلي بالبالك انه حتى هذه الاشياء نحن نناضل حتى نسويها لان بالاخير كوانين بالدولة خصوصا فيما يخص قانون ميزانية يتعامل الفيلم كأي عمارة انت مو اكو مشاكل هي يعني يعني مثلا انت اذا تنطل هذا الفيلم هذا السنة لازم يصور هذه السنة وهذه صعب تحقيق قبل البلاد يعني هو مو عمارة فهذا يعني انا اتحمله انه السيستم ما للدولة هو اكو بي اوه بها الطريقة هذه ماشي برأيك الحروب وغياب الاستقرار السياسي هل كان سبب واضح وراء معاناة الشباب السينمائيين وصلنا على الفيلم طبعا شوف لما تصير حرب بالاخير الحياة تتعطل الحياة تتعطل بالكامل يعني احنا من سوق حظنا ذول الشباب اللي انتي من الاصغر واحد بهم بالمناسبة انا صرت مديل سينما بناء على رغبتهم مو على رغبة شخص اخر يعني لما اصدقائنا يعرفون يعني انا اتورطت ورطة بهذا يعني ورطة جميلة من اجل اصدقائي بالاخير حتى الشباب يعرفون بالاخير انه هذا المنصب اكثر واحد منضرر بي لسبب بسيط انا ما اقدر مليان حرب وقرف وهي التفاصيل الثانية يعني انت بالاخير حتى حدود تعبيرك حتى من تريد تصنع قصة انت اكوشي بداخلك يشتغل ماذا تريد تريد قصة انسانية قصة عن الناس بسطاء بالشارع ما تقدر انه تشوف الحرب مخيمة على راسك يعني الحرب مخيمة على تفكيرك على راسك ومن تصير الحرب من يفكر بالثقافة والفين ونحن مو فرنسا احنا اصلا بالسلم هي السينما بآخر الاهتمامات يعني المنظومة السياسية ومنظومة الدولة ما تعرف انه البلدان التي لا تنتج سينما هي بلدان متخلفة صراحة يعني عيب عيب العراق لا ينتج سينما عيب هذا شيء مخجل يعني تفهم شون فكيف بالحرب يعني انت بالسلم المهرجانات المحلية مهم لو لا طبعا مهم شوف بس مهم لو كانت باحترافية عالية يعني لازم هاي المهرجانات السينما لانا لما اسو مهرجان شنو الهدف من هذا المهرجان لازم اعرف الهدف منه كل مهرجانات السينما بالعالم حاليا تعنى بخلق صناع افلام جيدين من احنا نسو مهرجانات بالبند لازم هذي المفهوم ما يغيب عنا المهرجانات بالاخير هي مو تيجي تعرض افلام ومجموعة وخلص وهذا فاز جازة وهذا فاز بجازة نعم افلام المهرجانات بالاخير لازم تعلم الشباب الاحتراف العالي يعني تفهم شون وتدعم الافلام يعني هسا احنا احنا بحاجة تنتج افلام لو تسوي مهرجانا هسا الاولوية هي للتعليم السينمائي ولا ينتاج الافلام ولمهرجانات رغم ما اهميتها بس الاولوية هي اي واحد يقدر يحصل لها 200-300 مليون عندما يسوي مهرجان لا حبي بلاذ تسوي المهرجانات تعال 300-200 مليون انت بيا محافظة روح لطيها لابناء محافظة قريصة افلام اليوم من وجهة نظر مهند احيال ماذا تحتاج السينما حتى تصبح سينما حقيقية نحتاج هذا يعني هسا الوزير بقى او راح يعني انا عدي شيء شخصي اتمنى يبقى عبداليمير حمداني يعني نستطيع نشتغل لان هذا الرجل بغض النظر عن كل شيء بغض النظر عن الاشكالات والتفاصيل والحكومة استقالت ما استقالت بس انه هذا الرجل على قلان لما يستبيه المهنية العالية وعد دهم و اقدر انا شخصيا اشتغل وياه يعني و اقدر يعني اوصل صوت الشباب بشكل واضح وصريح انه اي وزير يجي او تفاصيل او كل شغل احنا اشتغلنا هذا النظام المنح هذا النظام المنح لازم يبقى بغيرها ما اشوفاني اكو سيستم لازم اكو سيستم يصير والسيستم يعتمد على دعم القطاع الخاص دعم شركات القطاع الخاص اكرر دعم شركات القطاع الخاص الموجودة بالعراق وقاللي هاي الطريقة اذا ما تنخلق عندنا شركات قطاع الخاص سينمائية تنتج افلام ما رح تصير عندنا سينمائية انت انتهسة من البداية الحوارك لحد الان تقول بانه الانتاج العرض وين رح يكون موجودة العروض حاليا لا بالبصرة عندنا حوالي 4 اينا 5 سينمائة وبغداد عندنا بالمولاد هذا نظام المولاد صار نحن ليل نبتش على نبتش على اطلال كل شو لكن يبدو عددهم قليل العالم بالاخير اتغير عددهم قليل ما يكفي هذا الانتاج اللي اليوم رح تشتغل عليه شوف اكوب دارة سينمائة المسرح المسرح الوطنية عروض اكوب سينمائة المنصور موجودة عندنا مول الحارفية موجود حوالي 6 الى 7 قاعات مول المنصور موجودة 7 الى 8 قاعات بزيونة خضرتهم التفقينوا بزيونة هذول الناس يعرضون يعني شركة السينما العراقية وزايد والاصدقاء الموجودين هناك بأربيل اكوب موجود هذه القاعات وكلما تكثر المولات في هذا البلد ستصبح كوهواي السينمات وأتمنى تتعمر السينمات القديمة بس مو هذا الموضوع مو الهتف المهم الانتاج مو الانتاج لازم اول 3 سنوات اربع سنوات خنصنا افلام مجيدة مو نهاية العالم مو نهاية العالم مع امريكا نفسها تنتج مية فيلم يطلعون الفيلم ينزينات والباقي الثمانين سيئات يعني مو نهاية العالم بس اكو الشباب هذه عاطلة فعليا انت منظومة سينمائية انت تعرف لما تشغل القطاع الخاص يعني انت راح تشغل تقريبا سنوين اذا تنتج افلام تشغل لك خمسة الاف واحد بهذا البلد خمسة الاف شاك تخيل بدل ما بالفنون الجميلة يروح يوقف لك بالزردوم ويروح يتعين بوظائف الدولة وتحول الى موظف بسيط تعال شغل القطاع الخاص على موضوع خريج التصميم يشتغل خريج السينما يشتغل خريج السينما بالاخير منظومة كلها تشغل ناس تشغل شباب تمام اريد ارجع حس انت قلت لازم ندعم الشباب وين هل هناك مكان يلجأ الى علي الشبابية العراقية للحصول على الدعم علي صديقي هسا من خلال الشاشة نتوجه الى احنا فيما يخص دائرة سينما والمسرع انت لك طريقين اما تتبع انه هذا نظام المنح اللي هي موجود دنيا نعنى بالفيسبوك وموقع الدائرة الرسمي وموقع الوزارة واكو ايميل يتقدم من خلال هذا عنده مشروع جيد من قبل علي او اي اخر او انت لازم تتعلم انت بالعراق فانت بالعراق ما يكفي تكون مخرج وكاتب لازم تكون منتج بنفس الوقت همينه وهذا الشيء كله مهم فتروح يا عقل تتعلم الانتاج المستقل بالعالم شلون يمشي وهذه انا اقول لك راح تتعب بس احنا تعبنا قبلك والسينما بالاخير هم فردي يراد لصبر ويراد لمطاولة انت تقضي لك سنة او سنة ونص قبل تفكر تكتب وتنتج تروح سنة او سنة ونص او سنتين تتعب تروح موجودة لغوغل وتتعلم شنه winners شنه من الجهات العربية اللي تدعم الأفلام المستقلة من الجهات العربية اللي تدعم اللي تدعم الأفلام المستقلة شنه يعني project شنه ملفات وهكذا وتروح تتعلم شنه يعني انتاج مستقل في المستقل يعني انتاج مستقل بالاخير مو بس عملية بداعية وإنما عملية إنتاجية وتتعلم وتصبر مثلك سويدي مر بالنفس الأشياء التي تمريتها لما تصنع فيلمك الطويل الأول وإلى آخر كل العالم بالأخير ويعني تشتغل على الخطين تتعلم إنتاج المستقل وأيضا تقدم على المنحة بغداد السينماية نتمنى باقية لسنة جاية الأمور تمشي مثل ما هي وتبقى إن شاء الله مهند حيال مدير قسم السينما في دائرة السينما المسرح شكرا لك وشكرا لتوضيحك لقضية اليوم السينما العراقية الشبابية شكرا لك شكرا جزيلا الواني سعيد أكون وياكم شكرا لنتحملتوله شكرا للك حبيب ليس من الجديد على الشباب العراقي أن يولد لك شيئا من رحم المعاناة فهو كان وما زال مبدعا بكل اختصاصاته ففي الأون الأخيرة حاول الشباب العراقي أن يخلقوا حالة من الحراك السينماي من خلال الأفلام القصيرة أو الطويلة التي تختلف في أساليبها ومدارسها وعملوا على تنفيذها بدون الحصول على أي دعم مادي إلا أنهم أثبتوا جودة هذه الأعمال من خلال مشاركاتهم في مهرجانات عربية وعالمية اعترفت بأعمالهم وكرمتهم في العديد من الجوائز وبنهاية قصتنا لهذا اليوم ولقاءنا لهذا اليوم أحب أن أشكر أول شيء علي لمشاركته قصة هذا الشجاع ودائما الأبطال اللي بعثون قصصهم نشكرهم وأشكر متابعتكم وأحب أن أذكر كل من يرسل قصة إرسالها عبر الرابط الظاهر أسفل الشاشة ونحن بدورنا سنتعامل مع كل القصص بسرية تامة وبنهاية حلقاتنا قيلة إن الإبداع يولد من رحم المعاناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة